جددت اللجنة العليا للرياضية في وزارة النفط دعمها للنادي بعض رقاء بفريق السلة المتوج بنقب دوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي نتابع تعضيد الإنجاز ومباركته إنما تؤكد عمق حالة التوافق لإستجام مع المؤسسة الداعمة ومن هنا وجد نادي النفط فرصة إهداء كأس دوري السلة الممتاز لللجنة العليا للرياضة بوزارة النفط وهي بدورها جددت تعهداتها بمواصلة الدعم للفريق من أجل إكمال الطريق نحو تحقيق إنجازات أخرى مقبلة نبارك لنادي النفط حقيقة هذا الإنجاز الغير مسبوخ لأول مرة يتحقق أنه نادي النفط يحقق هذه الكؤوس في كل البطولات كرة السلة للمرة الأولى في تاريخ الأندية العراقية كنفطية إنه يفوز لسنتين متتالية بكأس الدوري والإنجازات واللي حقق نادي النفط حقيقة تحسب لإدارة النادي والكادر التدريب المشرف عن نادي والدعم الوزارة اللامحدود للنادي واللي يتمنى أنه يزداد هذا الدعم حتى يتناسب مع الإنجازات التي تحققت إنجاز الفوز بالدوري السلة والنجاحات التي حققها فريق كرة القدم بمنافسته الفرق الجماهيرية تبعث دلالات انتهاج الاستراتيجية السليمة التي من شأنها إيصال الألعاب إلى ضفة النجاح فضلا عن بث الروح المعنوية وتحفيز الهمة لحصاد الألقاب فريق السلة للمرة الثانية يحصل على اللقب فريق القدم العام كان مرة الوصيف هذا الموسم إن شاء الله منافس على اللقب وعندنا مبارات أمام الجوية ستكون مبارات مثيرة فريق الجوية وفريق عريق لكن اللاعبين الآن كلهم عندهم طموح الحصول على اللقب للموسم الثاني على التاولي أحرازنا دوري كرة السلة وحصولنا على كأس المثابرة والبطولة التنشيطية فالحمد الله والشكر حصلنا على هذه الإنجازات الدعم المتواصل من وزارة النفط تتويج الفريق بلقب الدوري لموسمين متتاليين وضع النادي أمام مسؤولية جديدة تتجسد بالحفاظ على الإنجاز من جهة والظهور بشكل لائق في الموسم المقبل من جهة أخرى وهو ما اجتمع الرأي عليه ودي حاتم العراقية الرياضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر